بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله النهاردة هحل معيكم أسئلة الدرس السادس من الشابتر الأول للمحور الرابع Discover Primary 2 من كتاب جيمب خلينا نرجع لكتاب المدرسة ونشوف درسنا إيه وبعد كده نرجع نحل مع بعض الأسئلة الدرس السادس في كتاب المدرسة بيكلمنا عن الكميونيكيشن، عن التواصل between the jobs، ما بين الوظائف إزاي البيكر؟ بيبقى فيه كوميونيكيشن ما بينه وما بين الفارمر وما بينه وما بين التراك درايفر ما بينه وما بين الجراسر والبانكر والكلوز ريتيلر والدكتر الكميونيكيشن ده لما بيتم في الآخر البيكر بيقدر إنه هو ينتج لنا البراد، الخبز فدي كانت أول حاجة وطرحت عليكم أسئلة جات لنا في دليل المعلم عشان نقدر إنه نرسم الرسومات اللي قدامنا دي ونفهم الطفل ليه لازم يبقى فيه كوميونيكيشن ما بين البيكر وما بين البانكر أو ما بين البيكر وما بين الدكتر وباقي الناس عشان يقدر إنه هو في الآخر ينتج لنا البراد طيب دي كانت أول حاجة بعد كده كان مطلوب من الطفل إنه هو يرسم ماب أو خريطة بتوضح الكميونيتي اللي هو عايش فيه الشابس اللي موجودة حواليه وبنترح على الطفل أسئلة برضو موجودة في دليل المعلم قلناها في الدرس اللي شرحناه من كتاب المدرسة وبناء على الأسئلة دي بيقدر الطفل يعمل كوميونيكيشن أو تواصل ما بين الستورز وبعضها ما بين الجروسري والأبلانسز سيرفز ما بين البكري والبرانت شاب كل دي جوبز كوميونيكيتد وإيتش آذر في تواصل ما بينها وما بين بعض أو ريلاي أون إيتش آذر يعني بتعتمد على بعضها خلاص طيب نرجع بقى لجيم ونحل أسئلة مع بعض أول حاجة قدامي في أكتافتي وان بيقول لي إيه بيقول لي match how each worker helps the baker to do his or her job يعني الworkers do it بيساعدوا ال baker إن هو يعمل لنا ال bread طيب تعالوا نقرأ مع بعض إزاي هما بيساعدوا ال baker عشان يعمل لنا ال bread أول واحد الجروسر الجروسر اللي هو البقال بيساعد ال baker إزاي sales flower to the baker هو بيبيع لل baker ال d e فال baker بياخد ال d e بيعمل ال bread طيب اللي بعده close retailer وده اللي إحنا كنا رسمينه في ال web أو الرسمة بتاعتنا الموجودة في كتاب المدرسة ال close retailer اللي هو مين ال close retailer ده البائع في محل الملابس طيب بيبيع إيه لل baker بيستفاد ال baker منه زي provide the baker with apron هو بيبيع المريالة ليه ال baker عشان يلبسها وهو بيعمل إيه وهو بيعمل ال bread ال apron هو موضح لي هنا لعشان الطفل لو ما عرفش اللي هي ال baker's uniform ال uniform أو الزي بتاع الخباز اللي بيلبسه طيب بعد كده ال break layer ال break layer أو ال builder العامل البناء اهو زي ما انتو شايفين كده بيبني حاجة من ال breaks من الطوب طيب ده بيساعد ال baker في ايه builds break ovens يعني فيه up front بيبقى معمولة من ال break هو ال builder ده بيبقى مسؤول على إنه يبنيه ليه عشان في الآخر ال baker ده يعمل baking أو خبز ال bread فين في ال oven ده طيب إيه اللي بعد كده ال banker وإحنا رسمنا ال banker ده في ال web بتاعتنا في كتاب المدرسة طيب ال banker ده بيساعد ال baker ازاي helps the baker to save money بيساعد الخباز إنه هو يحفظ الموني بتاعه يعني لو دلوقتي ال baker ده collected a lot of money لو هو جمع مبلغ كبير من الفلوس he wants be بيبقى عايز to save it in the bank عايز يحتفظ به في البنك يبقى مين اللي هيساعده ده banker طيب artist ال artist هو الممثل أو الرسام أو الفنان بيعمل ايه designs and advertisement for the baker هو بيصمم اعلان لمين لل baker ال baker لو عايز يعمل اعلان لنفسه عشان يعرض للناس منتجاته ويوريهم إنه هو بيعمل مغبوزات كويس عشان الناس تشتري منه هيروح لمين هيروح لل artist لي to design an advertisement عشان يصمم اعلان for the baker يبقى ايه اللي أنا استفدته من ال page دي استفدت ان these workers are communicating with the baker to make the bread الموظفين دولت او اصحاب الوظائف دولت بيتواصلوا مع ال baker الخباز عشان يعمل لنا العيش يبقى هي دي سلسلة من حلقة التواصل او حلقة التواصل مبين الناس وبعضها في ال community او مبين الوظائف وبعضها في ال community اللي احنا عايشين فيها طيب نشوف البعض كده activity number two بيقول لي ايه بيقول لي read the following scenarios then choose who can help in each يعني انا دلوقتي في سيناريو هيقابلني في problem او مشكلة هتحصل وفي حد هنحتاجه للمساعدة هنختار هيبقى مين في ال words المكتوبة دي when the grocer arrived to his shop لما البقيل وصل المحل بتاعه he noticed that the freezer is not freezing the food well لاحظ ان الفريزر بتاعه مش بيجمد الحاجة كويس who should he call for help هو هيكلم مين عشان يساعده الالكتراشن الكهربائي الدكتور اللي هو الدكتور البيكر الخباز طبعا هيكلم الالكتراشن والسؤال ده الحقيقة كان موجود في كتاب المدرسة number two the baker has a big order that she has to complete but the eggs are not enough to finish baking يعني الخبازة هي واحدة هنا في ميل هي مش ميل مؤنف هي عندها order كبير جدا من المغبوزات اللي محتاجة تعمله لكن البيض اللي عندها مش كافية عشان تخلص الخبز او الorder بتاعها فهيبقى ايه الحل who should she call for help هتكلم مين عشان يساعدها الgrosser البقيل اللي في السوبر ماركت اللي بيبيع البيض ولا الالكتراشن الكهربائي اللي بيصلح الاجهزة الكهربائية ولا الدكتور دكتور اللي بيعلجنا طبعا هتكلم الgrosser ودي برضو جات في كتاب المدرسة number three the farmer's tractor is broken down يعني التراكتور اللي هو دوت العربية ديت بتاعة الفلاح او المزارة اتكسرت who should he call for help هو المفروض هيساعد مين عشان يساعده الالكتراشن الكهربائي الميكانيك اللي هو الميكانيكي ولا الدكتور الدكتور طبعا هيكلم الميكانيكي تمام؟ طيب يبقى ده كان activity number two هندخل بعد كده على activity number three انا بس عايز اقول لكم حاجة activity number three هو مش مشابه قوي لحاجة في كتاب المدرسة هنشوف مع بعضه complete the map using the map legend then answer هو بيقول لي كميلي الخريطة دي عن طريق الماب legend واحنا عارفنا قبل كده ان legend دي اللي بيقى فيها the samples to understand the meaning of the map تمام؟ طيب هو بيقول لي حطي the samples دي على الماب وهو مش محدد لي مكان معين لكل حاجة انا حطاها عشوائي يعني انا حطيت هنا الhouse حطيت الhospital هنا حطيت الpost office هنا وهو هنا حطيت لي الماركت تمام؟ طيب بيقول لي هنا ايه the house is at the e of the school هو هنا بيدربني على directions معين لدرس في كتاب المدرسة اصلا ما جابش سيرة ال directions خالص ال four directions اللي هما اتعلمناهم في الشابتر الاول اللي هما north وال south وال east وال west تمام؟ كان في المحور التالت طيب فهو دلوقتي بيقول لي the house is at هو هيبقى at the north of the school ماشي؟ طيب the post office is at the e is at the south of the school اهو موجود تحت ازا الساوث the hospital المستشفى is at the east of the school يبقى انا كده قلت الاتجاهات ولكن ارجع وقول لكم انه هو مش مطالب من الطفل انه هو يتعلم الاتجاهات هنا هو مطالب منه اهو زي ما انتو شايفين ان هو يتعلم يرسم ماب ويحط عليها الاماكن اللي عن طريقها هنجاوب على الاسئلة اللي جات لنا هنا امثلة دول كتاب المدرسة جي فيه كزا سؤال وبناءا عليه الطفل هيبتدي يتحرك من مكان لمكان الجراسر هيحتاج ري يروح للappliance service عشان يصالح الفريزر بتاعه البيكر البيكر هو موجود جوه البيكري shop هيضطر ان هو يروح للprint shop عشان يعمل advertisement عشان يعمل اعلان يبقى هو ده الفكرة من الدرس انه الطفل يعرف يعمل communication يعرف ال communication التواصل ما بين jobs وبعضه بس بكده انا اكون خلاص خلصت معاكم الدرس السادس اشوفكم على خير باذن الله في الدرس السابع لو عندكم اي اسئلة ابعتوني على اليوتيوب ابعتوني على جروب الواتساب ابعتوني على جروب الفيسبوك ان شاء الله هرد عليكم اشوفكم على خير مع السلامة اشتركوا في القناة